فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا والذي عليه الحق بلا شك هو المدين أو المقترض فالمدين دائما في موقف الضعيف فإملاء المدين هو حماية له من جور الدائن وإحراج الدائن ذاك للمدين فماذا للدائن بإملاء المدين على نفسه بما عليه من حقوق ليس له بعد ذلك أن ينكرها وقد أقر بها في العق وليقم المدين بإملاء ما عليه من الدين وليراقب ربه ولا ينقص منه شيئا فيكر المدين بثلاثة أشياء بأجل الدين وبقدر الدين وبصفة الدين ولكن هل كل إقرار من المدين مقبول ماذا إن كان المدين سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمليه فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملله فليملل وليه بالعدل لا يقبل من السفيه ولا الضعيف ولا الذي لا يستطيع الإملاء أن يكر بما عليه من دين والسفيه هو ناقص العقل الذي لا يحسن التصرف كالمحجور عليه والضعيف قصب الصغير والشيخ الطاعن في الشيخوخة والذي لا يستطيع النطق والإملاء لعلة به كالخرص أو غيره وفي تلك الحالة يقوم وليه والقائم بأمره بالإملاء والإقرار نيابة عنه ويلزم الولي من العدل وعدم البخص ما يلزم المدين وبذلك فإن إقرار السفيه والضعيف والذي لا يستطيع الإملاء غير معتبر ولا يؤخذ به في القضاء والسؤال الآن هل نكون بذلك فرغنا من كتابة العقود أم أن الأمر يحتاج إلى شهود؟